جاد غصن أكيد مبروك هيدا الأنون يعني وهيدا الأرار اللي طلع من نزارة الداخلية هلأ شو بيصير بعدين بيصير موضوع آخر زميلنا جاد غصن بالأصوات التفضيلية جايب 9000 صوت تفضيلي يعني أعلى ماروني بالمتن أعلى صوت ماروني بالمتن بعد سامي جميل جاد غصن بيجيب أصوات تفضيلية سامي جميل جايب 10400 جاد غصن جايب 9000 صوت أكتر من إبراهيم كنعان إبراهيم كنعان كيف تجيب أصوات معتر محرقه دينه أصحابه رفقاته على الليحة ما كانت الحرب على إبراهيم كنعان بكتسأل إبراهيم يعني أنا مش مسؤول جاوب عنه ولا يعني إبراهيم صديق أكيد بس باختلاف سياسي كبير بس بتقدري تسألي بيقدري جاوبك لأنه في أشياء بتفاجئك يعني بالطريقة اللي كانت عم تصير فيها الانتخابات بربابلما الحق على القانون بجزء مننا والحق على طبيعة الإنسان بالجزء الثاني على كل أحوال مش هيدا موضوعنا موضوعنا أنا بدي أتوقف تكي عند جاد لأنه شفته اليوم زميلنا جاد شفته بالعدلية باللي جين الأيد وأصريت أني قل له شغلة واحدة أنه اللي حكى أنه أنت مرفوض من المتن لأنه جاد أنا ما كنت عارف أصلا أنه جاد أنا لملحم ما كنت عارف أنه من بس كنت مثلا ولا مرة نحن نفكر هيك من وين ما كان جاد أهلا وسهلا فيه فيه ترشح ما ترح ما بده مثل ما أنا وملحم وعمر وكلهم وإبراهيم أي أحد أو أنت فينا نترشح ما ترح ما بدنا هيدا مش مقبولة عنا كليا وأنا قال لي أنه مش من عندكم صدرت هاي الشغلة حدد لي مين اللي حكي هالموضوع وين بموضوع شو جاي تعمل بالمتن شي هيك حدا قاله هايك أو شي هيك كنا هون بالمناظرة اللي كانت صاعدة هون بول نيكوزي ابن المتينة اللي قال هيدا بيحر برأي بول بس هيدا ما بيعبر عن رأي أهل المتن على كل حال إذا عم نحكي بأصوات تفضيلية أكيد تعرف أنه مع فرق التشبيه بس بس الرئيس شامعون كميل الجد ترشح بالمتن صحيح صحيح بس أنا وعا أنت تجي ترشح لنا على كل حال على كل حال جاد غصن تسعة تلاف صوت هوا دي منهم مسحة أبدا تسعة تلاف صوت كيفين لنقول أيضا مبروك لجاد غصن سئة المتنيين فيه علما أنه متبع التوي من خارج هذه المنطقة فسئة المتنيين فيه عطيته تسعة تلاف صوت هوا دي منهم تفصيل بالحسابات أنا بمصح ويبني عليها كما بقول لها بقول مبروك كتير كبيرة تسعة تلاف صوت ثقة في المتن لجاد غصن على كل حال نشوف المرحلة المقبلة بإذن الله شو بدا تجيب لها حالتالي شهل بالخصوص